حملة عسكرية مستمرة منذ خمسة أيام على قرى ومناطق الطارمية شمالي بغداد والتهمة كما تعود سكان القضاء هي إيواء وتمويل ما قيل إنه الإرهاب غير مفهوم أو مبرر ما يحدث في قرانا يتساءل سكان الطارمية عن سبب الحرب المعلنة ضدهم فبالأمس اتجهت حكومة العبادي إلى قطع أرزاق السكان بتجفيف بحيرات تربية الأسماك وقطع المياه عن أغلب مناطق القضاء أو دفع مبالغ مالية لتجنب تنفيذ العقاب الجماعي ضد سكان الطارمية واليوم تنقل مصادر صحفية عن السكان قولهم إن قوة من اللواء 59 في الجيش بمعية ميليشيا العصائب أحرقت بساتينة وحقولا زراعية ودمرت أحواض تربية الأسماك في مناطق المشاهدة وكفعلي وغيرها انتهاكات تسببت بخسائر مادية كبيرة للمزارعين التقارير الواردة من القضاء تؤكد أن القوات الحكومية تفرض حظرا للتجوال على المركبات والمشات في معظم قرى ونواحي الطارمية كما أجبرت القوات الحكومية أصحاب المحال التجارية على غلق محالهم وهو ما ينذر بوقوع أزمة اقتصادية كبرى في ظل النقص المستمر في المواد الغذائية بعد غلق الطرق وتجديد الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش من سيء إلى أسوأ تتجه الأوضاع الإنسانية في الطارمية ومناطق حزام بغداد بشكل عام فالأساليب التي تتخذها القوات الحكومية ضد سكان جرف الصخر واليوسفية وأبو غريب هي نفسها اعتقالات وإخفاء قسري وهدم للمنازل وتجريف للممتلكات الخاصة لتتحول هذه المناطق إلى سجن خانق يضطر قاطنوه إلى النزوح عنه في نهاية المطاف كما حدث لمئات الأسر هناك ضمن نهج حكومي لا يخلو من الانتقام بتهمة الإرهاب في ظل غياب العدالة